بفعل ما كان شي مدرب أنه يدير في الحسبان أنه سيوقع عليه هذا الكم الهائل من الإصابات تدجي الإصابات يعني هذا المسألة دخلها في اللعبة ولكن بشي يمشيوا لك لاعبين تقريباً خمسة ديال لاعبين والأكثر من هذا مشاول هنا يالله بدأت لكمبيتيسيا فربما الحاجة المحجوبة على المتتبع أنه هنا ما كانت عندنا حتى شي إصابة قبل بداية كأس العالم لأن الإصابة دياليوسف جواد وبلال بقالي اللي كانت قبل كأس العالم ما عنداش على قبل بالمباراية فيوسف جواد كان صاب في كأس إفريقيا وبلال بقالي جاء مصاب وحاولنا ما أمكن أنه يرجع وتزادته إصابة في واحد المباراة وحدة يعني مشيدك المباراية للتهيئة اللي كان سبب الإصابة وهذا المعطى رغم أن القوة دياليوسف جواد وبلال بقالي وأنه لاعبين لا يعوضون قبلناها ووجدنا رأسنام زيان وكنا بأحسن فريق ممكن أنه تصدقني وما كانوش الإصابات كانوا اللاعبين يلعبوها هذيك لابين جوا إصابات اللي جوا مباشرة في اللاعب يعني مباشرة يعني كان قصر هذو إصابات ما عنداش كذلك بلا شارج دونتخين موضع إصابات عضلية كانت في الركباء كانت في الاشوفي باستثناء الإصابات ديالخاليد بوزيد اللي جاتوا في العضلة الضامة يعني في الدكتور فهدش كتير بالنسبة لي يا أنا تتيجوا معاك الفرق القوية اللي مصنفة قدامك لانا ما تحتش معاش فرقة اللي اكتر مني في هذا اللي غادي زع ما غادي ندوز فاصيل ما تلعب مع برتغال الأولى الثانية تلعب مع البريزيل الأولى تلعب مع إيران الرابعة بالإضافة لهذه الإصابات هذو اللي جاءوا يعني صحراحة كانوا مفاجئين هذو إكرهات كانت صعيبة وصعيبة بزاف وعاد لابغتين نرجع المباردين لبرزيل أنه هولا رجعتين للقرعة كانت عندهم خمسي يام من راحة وإحنا يومين يعني مشاكل كثيرة اللي ما يمكنش مدربي يتنبأ لها ولكن عموما عموما الخروج كان مشري